طبعاً امتا فيك تستميم البيت اعتباراً من أول الشهر؟ الله يخليني اياكم يا رب وطبعاً إجراء رح تكون رمزية يا سيد فؤاد يعني شغلة 500 ليرة في الشهر مو أكتر بيخصمها المحاسب من أصل الراتب كتب خيركم يا سيدنا فضلتوا علينا وبنسبة الإجراءات التانية بتساويها بالشؤون إدارية بس في شغلة مهمة كتير كنت بفضل لك عليها بنفسي لأنها حساسة شوي فضل يا سيد يا عم بسمع انت بتعرف إنه بالبيت في مكبس مي أسري شو هاد سيدي؟ مكبس مي أسري بيت باب المصطبي سيدي؟ ايه نعم وهالمكبس هاد أسر تاريخي مهم كتير وطبعاً إحنا لازم نفتخر بآثارنا ونعرضها لكل ضيوفنا العرب والأجانب لحتى ياخدوا فكرة واضحة عن الحضارات اللي مرت على رأسنا ايه طبعاً طبعاً سيدنا طبعاً وبناءاً على هالشي جرت العادة إنه كل الضيوف وزارتنا وبعض الوزارات المجاورة نزورهم بيت باب المصطبي ليشوفوا مكبس المي حلو سيدي؟ حلو كثير؟ مغالط أبداً يعني لازم الأجانب يعرفوا إنه نحنا لما استعملنا مكبس المي كانوا هني النساتهم عم يغرفوا المي يعني إلا تآخذني بالقفة والسطل ها ها لها الشي هاد هلأ كل المطلوب منك تسهيل هالزيارات هاي وتأمين سوء للراحة لضيوفنا لحتى ياخدوا انطباع جيد عن شعبنا ولا يهمكم سيدنا ولا يهمكم ولو من هالناحية أنا راح قوم بإذن الله بالواجب والزيادة بس بديعك ما ترتابنا لحكي ياه بجوز تمر السنة كلها ما يزورك حدا فيها وبجوزها بجوز تنعجئ شوي بإيام المهرجانات والإيام الثقافية والمواسن يا سيدي باب بيتي مفتوح بأي وقت وهيك نحنا عشاننا فيك يا سيد فؤاد وهلأ بإمكانك توعشون إدارية تابع الإجراءات كاتل خيركم يا سيدنا فضلتم شكرا الله خيري مع السلام سيدنا سيدنا باب باب لك يا سلام يا سلام على هيك بيوت يا هيك بيوت يا بلا بصراحة ما كنت متوقعته هيك يعني قلت لحالي يمكن يعطوك بيت مهرهير وعاية بحاله يعني ما توقعته هيك مرتب هذا حتى تشوفي جوزك قديش مهم يا سيداري كأنه هالبيت وهير يعني يناقصوا هيك شوية وانسوا حركة قلتك لا والألعن من هيك ما عاد حدا أجزارنا يمكن لأنه لسه ما تعودوا على عنواننا الجديد لا وما عاد حدا حرد عنا ابتتذكري قديش كان يجينا حردانين على هداك البيت هلا ما عاد حدا هو من ناحيتنا منه عجبك على هالحظ ودخلك خالتك إن خليل شو أخبارها سمنة وعسل هي وجوزة هلأ صاروا سمنة على عسل من طول عمرو أبو خليل مطيئة لخالتك ما بعرف شو صاير معون بس إن قلبت أحوالون فوقاني تحتاني ما بتكتنا بلا بس لخلص نفس هالأرقيلة لك هنتصبح على خير مرحبا أخوات بسلام عليك المدير العام بيقلك إنه لازم تروح اليوم بذكير على البيت لأنه رئيس الوضل الهنغاري جاي يزور مكبسة الميت إيه؟ هلا بخلص المعاملة اللي بيان إيدي ومشي فورا هذا باء إنه بيثوم الميت وها Termin نعم انتبه سنت cyst workload صاحis نحن 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 ناحية ست ستبعدكم وضعتكم عبلاً أتكون طواد! تأخي! و شو طبي هدو؟ حسناً ما يتعرفني؟ و أنا الثاني راح أموت من زوعي أيضاً ما حيوة طالعوا منهم بالغدا؟ يا حبيبي و منين بدنا اللحق لهم هدو؟ بعدين يكونوا حاجزين بشي مطعام طيب وبو شو عم تحكي هدو؟ ما يعرفني؟ يمكن عم تحكي بولوني هدو؟ يا سيدنا 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 يا حاضر حاضر متن ما بتقمروا الله معكم سيدي الله معكم خريق؟ عم يقلي روح بكير عالبيت لأنه جاية وفد من جمعية المرأة ليزوروا مكبس المي ومكبس الميهة من أهم أثار الحضارة الهلنستية النساء الهن السينيات مين هنه الهن السينيات؟ هذه مع الحضارة كانوا يستخدموه لحتى يطالعوا الزير من البيض شاهدين كيف؟ أما الرجال الهن السينيين فكانوا يستخدموه لكبس المخلل ومن المعروف تاريخيا أن الأراميين هن أول من اكتشفوا المخلل وهذا الاكتشاف الغذائي العظيم انتقل من هون إلى كل حضارات العالم عم تسألوني كيف وأنا رح جاوبكم كيف البحث الأساري الياباني اللي بعتوا خصوصي لهم اسلمو دياتيك لك هلأ إشلون كانوا يكبسوا مخلال بمكفس الموين؟ لك هلأ أسمعي بسطحي هذا اللي شايفتي عم يحكي مهندس ميكانيكي عنا بالدائرة مالو علاقة بكل هالشي وما بيعرف الله وين حاطته حتى بالميكانيكي ما بيعرف يفكره شوفوا معي لشوف هالرسوم الموجودة على جسم المكبس هاي رسوم رومانية وهذا دليل على أنه الرومان استخدموا هالمكبس هاك بعد ما أجروا عليه تعديلات حتى قال يوهمونا إنه هن اللي اخترعوا شو بيعرف مين؟ شايفوا مسترسل بالحكي والشرع أنا نحضوك من جوعه وأنا على أضراب طيب والحم شو بيعرفني طمني إن شاء الله مبسوط بيهسكنا يا سيد فؤاد ماشي الحال سيدي ماشي الحال عظيم عظيم كثير شوف يا فؤاد نعم سيدي بدي بشرك بشارعه حلوة كثير خير سيدنا فضل فضل بتاع شو بكان سيدنا بعد بكرة شو؟ بعد بكرة الخميس باعرف الخميس بس أصدي شو المناسبة؟ ماشي ولا ما بعرف ليش في مناسبة سيدي ولو يا سيد فؤاد بعد بكرة في مناسبة مهمة كثير وشو المناسبة بقى سيدي خميس البيض يعني؟ لك شو بيضو ما بيضو انت التاني؟ بعد بكرة عيد الانثار العالمي شو الحكي سيدي؟ عيد الانثار العالمي؟ ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا سيدي وانت بخير يا سيدي الله يخليك وان شاء الله هيك يعني العيد الجاي بتكونوا هيك بأعلى المراتب بإذن الله المهم هلأ نحنا اخترنا مكبس المية اللي ببيتك ليكون مكان الاحتفال اللي ناوية تعمله المديرية بهالمناسبة ببيتي انا؟ نعم مشان هيك بدنا ياك تجهز البيت منيح وتشطفو وتنطفو وتزينو بشوية اعلام ووضوية على حسابي انا؟ هلأ في فرق بيننا وبينك على كل حال تطمن اطلع على سقيفة البيت لح تلاقي كل شي موجود فوق على السقيفة لا تخاف ما نحن نخليك تدفع مجيبتك ولا ارشبها كتر خيركم يا سيدنا وهلأ بإمكانك تتيسع على البيت وخد إجازة بكرة مشان يوم الخميس تكون جاهز حاضر سيدي بأمراك الله معه السلام معه مع السلامة نوشي كافر نشكو 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 نه انظروا إلى هذا المكبس انظروا إليه انظروا إليه ليخبركم بعظمة هذا المكان هنا ملتقى الحضارات هنا ملتقى الثقافات هنا مغامرة العقل الأولى فلتسمع الدنيا بأننا مهدى الحضارات بأننا أصحاب هذا المكبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكو 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 نه custom most of the was uh اخ ماهو بتريك هازينه من ايدك بتاعسا عندني ما بقدر يا منال ما بقدر الزينة مستلمة وموقع عليها وبخافي نقصلوا شي علام أو شي حبلة يعملوا لياها قصة وسيرة بعدين ولك كانت باطلة ومحولة هلنقل لها البيت كنا قاعدين ببيتنا وكافئين الناس خيرنا وشرنا قولتك قال فرحنا بجاجة أكلناها بريشة بعدين وين أخالتك ما تجي تساعدك طلعت سيران هي وجوزة هلأ على حظنا اتفقوا دخيل هيك هلأ على حظنا ما تحسن متى ما تحسن نقشح نقشح رجلي رجلي احضر 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 ابقى ابقى وهي المفاتيح يا سيدنا اكتر خير كون والله يجد ايهاكم طب انت لماذا بدك تسلم البيت اللي يكون الدايات من هلكم احتفال اللي صاروا عندك أعوذ بالله سيدي أعوذ بالله معقولة الداياء من الاحتفالات أنا بس يعني بصراحة إيه بصراحة أنا مو قد هالحمل مو قدم نوب يعني هالمكبس يعني الله يسلمه مسؤولية كبيرة ولا تنسوا إنه هالمكبس أثر تاريخي مهم يا سيدنا إرس حضاري نادر وصعبه كتير على مواطن بسيط مثلي يحافظ عليه ويراعي هيك تحفي نفيسه يا سيدنا طيب بسيطة زين عشوق الإقدارية وتابع إجراءات التسليم حاضر يا سيدنا كتير خيرا شكرا شراب شنبا يسلمهديات يا رب خير فعلا يا منال ما في أحلى منها البيت فعلا ما فيه صحيح يعني هو إيه صحيح البيت صغير علينا وعلى أدنى بس على القليلة أخدين في راحتنا وعلى 24 إيراد لا وما في مين يزعجنا على الرايح والجاية تحك باب منال بخيرك تحك باب منال بخيرك تحك باب منال بخيرك وجاي إحرد عندكم كم يوم موسيقى 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 موسيقى